في إطار توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمداء الخليفة وليلعاه النايب القائد الأعلى النايب الأول لرئيس مجلس الوزراء لوضع حلول عاجلة لتخفيف الازدحامات وانسيابية الحركة في عدد من الشوارع الرئيسية في المملكة تعمل وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني على التنفيذ السريع لتقاطع شارع الغوص في مدينة المحرق ضمن إجراءات الحزمة التحسينية الأولى لتخفيف الازدحامات المرورية عند التقاطعات الحيوية تنفيذا لتوجيهات اسم ولي العهد لوضع حلول عاجلة لتخفيف الازدحامات وانسيابية الحركة في عدد من الشوارع الرئيسية في المملكة تعمل وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني على التنفيذ السريع لتقاطع شارع الغوص في مدينة المحرق ضمن إجراءات الحزمة التحسينية الأولى لتخفيف الازدحامات المرورية عند التقاطعات الحيوية خصوصا وان تقاطع الغوص يعد أحد أهم التقاطعات في محافظة المحرق وأكثرها حيوية التطوير راح يطرع على ثلاث التجاهات التجاه الأول للقادمين من جسر الشيخ عيسى والمتاجهين يمينا إلى منطقة حالة كماهر ومنطقة عراد طبعا راح يتم تمديد المسار الأيمن بواقع 300 متر لتحرير هذه الحركة والمتاجهين لتلك المنطقة وأيضا سوف يضاف مسارين للمنعطفين يسارا من جسر الشيخ عيسى ومتاجهين إلى منطقة البسيتين بالمحرق ومسارين آخرين للمتاجهين إلى شارع المطار طبعا كل هذه المبادرات والحزم الحزمة الأولى شرفنا على الانتهاء منها وهو خامس مشروع بإذن الله تعالى ابتدت وشرعت فيه الوزارة وهناك ست مبادرات أخرى إن شاء الله سوف تأتي وترفض في القرير القادم ومن شأن هذه المبادرات أن تحدث نقلة نوعية وتطوير يوازي تقريبا 25 إلى 30% على جميع الشوارع الرئيسية وتقطعات الرئيسية في المملكة هذا التقطع يشهد حركة مرورية كبيرة إذ ترتاده 51 ألف مركبة يوميا كما تبلغ عدد المركبات المستخدمة للتقاطع في الذروة الصباحية 7400 مركبة في الساعة مما هو أكبر بـ 40% من الطاقة الاستيعابية في حين يبلغ زمن الانتظار الحالي في ساعات الذروة 160 ثانية وسوف تنخفض مدة الانتظار بعد التطوير الحالي إلى 130 ثانية وبالتالي فأن نسبة التحسن للتقاطع بعد الانتهاء منه ستبلغ 20% تطوير هذا التقاطع الحيوي سيساهم بشكل كبير في تقليل زمن الرحلة على مرتادي ليحقق بذلك الهدف الأساسي للخطط التنموية التي تسعى إليها الدولة خولة لجراينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين